بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نموذج عظيم لمرأة عظيمة اسمها مبروكة خفاجة كان بتعيش في قرية من قرى مصر في محافظة كفر الشيخ وتزوجت وهي حامل طلقها زوجها لضيق العيش يعني كانوا يعيش في فقر شديد جدا فهو يعني حساباته كانت جيدة دقيقة فطلقها لأنه لا يستطيع الانفاق عليه ماذا فعلت هذه المرأة العظيمة الحية عندما أنجبت مولودها وسمته علي علي إبراهيم صممت أن يكون علي إبراهيم هذا أفضل إنسان في العالم وسبحان الله حاست معجزات عجيبة جدا طبعا هي ذهبت الإسكندرية وظلت طبيعة خضروات في الشوارع الكلام ده كان في أوائل القرن الماضي يعني في أوائل 1900 وقليل كده وكانت طبيعة خضروات في الشوارع حتى إن هي قدرت إن هي تنفق على ابنها وأصبح متعلم وحصل على الشيارة الابتدائية وعندما علم أبوه أنه حصل على الشيارة الابتدائية أبوه الحقيقة كان سيئ جدا يعني جاء عشان يأخذ بالقوة كده يخطفه عشان يوظفه ويعلمه ويبتزه وهي طبعا لما علمت ذلك ماذا فعلت هربت من خلف السطوح وهربت بابنها إلى القاهرة وطبعا لأنها تعلم أن القاهرة لن يستقع أحد للتسعيها أن يصل إليها وظلت تعمل شغالة في البيوت الحقيقة ولكن هي كانت امرأة زكية وقوية ومنظمة ونظيفة فكانت يعني بتشغالها في بعض أسر الأسرياء لغاية هذا الولد أنفقت عليه تخرج من السنوية وكان من المتفوقين كان بيطلع الأول ودخل كل الطب وطلع الأول على كل الطب وظل سبحان الله يحقق نجاحات عظيمة جدا شبقى يعني المثل الذي يقول وراء كل عظيم وراءة دي حقيقة ظل من أمهر وأعلى الجراحين في مصر في هذا التوقيت لدرجة أن الأسرة المالكة كان عندهم بعض الناس اللي عندهم أمراض ومحتاجة عملية فطبعا يعني الناس اللي عندهم خبرة قالوا هذا الطبيب هو أنجح في ذلك فعمل حقيقة عملية لبعض أفراد الأسر المالكة فحصل على درجة البكوية ودي كانت درجة عالية جدا طبعا في مصر يعني يبقى بيه بيه يبقى اسمه علي بيه فاسمها البكوية عام 1922 حصل على درجة البكوية من الأسر الحاكمة وبعدين لما ظل بقى طبيب خاص للأسر الحاكمة اللي هي كان الملك فؤاد في وقتها فأعطاه الملك فؤاد درجة البشوية عام 1940 وأصبح علي إبراهيم باشا وسبحان الله بعد ذلك أصبح عميدا لكل الطب المصرية كانت كلية في إتنازة توقيت كانت كل الطب واحدة بس في مصر ثم بعد ذلك أصبح حزير للصحة بحق اللاجحات جبرة جدا ثم بعد ذلك علي إبراهيم هذا أسس نخابة المصرية وكان أول نقيب لها وطبعا ده حاجة طبعا ينتعتبر يعني إنجاز عظيم جدا إحنا قلنا وقفة إن المسأل الذي يقول إن وراء كل عظيم المرأة ده مسأل حقيقي فعلا وإن هناك يعني ما شاء الله لما نتأمل في صيرة الإمام الشافعي نجد إن الإمام الشافعي سبحان الله ولد فقيرا فقري شديد جدا وستطعت أمه أن تربيه خير تربية حتى أصبح علم الإمام الشافعي للآن لأنه هو الذي أسس علم أصول الفقه وهو الذي أسس علم أصول الحديث يعني الشافعي الحقيقة له طريق عظيم جدا جدا وهذا يدل على أن المرأة فعلا إذا أحسنت تربية أبنائها فإنها تغير كثير جدا في هذا الزمان